رغم دعوات متزايدة إلى قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل، إدارة بايدن توافق على منح مزيد من العتاد لتل أبيب. وفي ظل التوتر بين واشنطن وحكومة بنيامين نتنياهو، يأتي إعلان هذا الدعم العسكري الجديد الذي كشفته صحيفة الواشنطن بوست. وحسب مسؤولين مطلعين في البنتاجون، فإن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع MK84 التي استخدمت سابقاً في ضرب البنية التحتية في غزة وتزن الواحدة منها نحو 900 كيلو جرام إلى جانب 500 قنبلة أخرى من نوع MK82 بوزن 200 كيلو جرام للواحدة منها. قنبلة MK84 قادرة على تسوية مبان وترك حفر في الأرض بعرض 40 قدماً أو أكبر، ولم تعد تستخدم من قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة بالسكان بسبب خطر وقوع إصابات بين المدنيين وفقاً لواشنطن بوست. وقد استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع في غزة حسب عدة التقارير، وخاصة في قصف مخيم جباليا للاجئين في غزة في 31 أكتوبر الماضي. وأشرت الصحيفة أيضاً إلى أن الخارجية الأمريكية منحت الأسبوع الماضي الموافقة على تسليم 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لإسرائيل، كانت قد نالت موافقة الكونغرس الأمريكي. وجاء كشف القرار بشأن الأسلحة عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت واشنطن هذا الأسبوع، وتم خلال الزيارة بحث احتياجات إسرائيل من الأسلحة مع المسؤولين الأمريكيين. ولم تثني الانتقادات الدولية القوية لمواصلة القصف والهجوم البري في غزة، لم تثني الإدارة الأمريكية عن تقديم هذه المساعدات، رغم ما عبرت عنه مراراً من رفضها لعملية برية تهدد إسرائيل بشنها في رفح. ويبدو أن التزام إدارة بايدن بتقديم الدعم لإسرائيل ثابت وراسخ، رغم كل الهزات التي تصيب العلاقات بين الجانبين، وحتى ان تسبب هذا الالتزام في تراجع شعبية الرئيس الأمريكي وتعقيد موقفه في السباق المرتقب نحو البيت الأبيض. اشتركوا في القناة